وتزامنا مع احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى الحادية والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة افتتح لواء أركان حرب متحة عبد العزيز مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب المعرض الفني لإبداعات ومنتجات المحاربين القدماء وأسر الشهداء ومصاب العمليات الحربية والذي يستمر حتى الثالث عشر من شهر أكتوبر الجاري بمقر الجمعية بالوفاء والأمل بمدينة نصرة ويضم المعرض والعديد من أعمال الخزف والنحت والحفر على النحاس والرسم على الزجاج والمنتجات الجلدية والخشبية والمنسجات بالإضافة إلى منتجات الجمعية من الأطراف الصناعية والأجهزة التعوضية وتحرص الجمعية على تنظيم مثل هذه المعارض بشكل دوري لتقديم أعمال الأعضاء ضمن الأنشطة التي تنفذها الاكتشاف وتنمية مواهبهم ومهاراتهم المختلفة وتوفير الأدوات والخامات اللازمة لهم فضلا عن تقديم كافة أوجه الرعية الصحية والاجتماعية والرياضية والخدمية لأعضاء الجمعية وفروعيها المنتشرة بمختلف محافظات الجمهورية ترجمة نانسي قنقر